رح نفوت في هذا الموضوع بس السؤال الأول ليه اختار الله هذه الطريقة طبعا أنا بكرر أسئلة المشاهدين شمعنا ليه الله اختار يعني فكرة الدم مش فكرة تانية فكرة الدم تتضمن نزع الحياة وكأنه عاوز يوضح ويعمق فينا الفكرة أن أجرة الخطيئة هي موت بعد آلاف السنين من التعامل إلهي مع البشر ما زال البشر بيستهينوا بالخطيئة يعني أنا أخطيت ماشي يعني ربنا حيكشر في وشي شوية أو يحرمني مش عارف من لزة معينة الخطيئة في نظر الله الخطيئة خاطئة جدا والرب عاوز يعمق ده فعشان كده عمل نظام الذبائح في النموس إنك لو عملت إيه تقدم إيه لو عملت فكل خطيئة عايزة سفك دم لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فالرب عاوز يعمق إن الخطيئة مكروهة عند الله مرفوضة تماما عند الله وإذا احتميت في دم المسيح خلصت إذا احتقرت ذلك الدم جلبت على نفسك القضاء واللعنة أخي يوسف في العهد القديم بيتحدث الكتاب المقدس عن يوم بسميه يوم كيبور يوم الكفارة أو يوم الغفران أو التغطية إذا نحاول نترجم الكلمة العبرية في هذا اليوم حدثنا أكثر أنه كان الكاهن يفوت رئيس الكاهن كان يفوت على أقدس مكان حتى يكفر عن خطيطه وخطايا الشعب ليه؟ يعني مرة في السنة يعني أقدر أقول أنه فعلا هذا هو اليوم الوحيد الذي كان فيه رئيس الكاهنة فقط ما فيش حد تاني بل بالحري كان في يوم الكفارة العظيم ده اللي هو يوم العاشر من الشهر السابع كان ما يبقاش في حد في خيمة الاجتماع من أول اليوم لآخره يعني ما كان يوجد أحد في خيمة الاجتماع بخلاف رئيس الكاهنة وده اليوم الوحيد اللي فيه بيدخل رئيس الكاهنة بيكتاز الحجاب ويدخل إلى قدس الأقدس كان بيدخل ثلاث مرات في اليوم ده أول مرة بالبخور فقط بدون دم تاني مرة بيدخل بدم عن نفسه وعن بيته طبعا في هذا مفارقة المسيح لم يكن محتاجا إلى دم يكفر به عن نفسه لأنه هو الكفارة لكن المرة التالتة بيدخل عشان الشعب وده بيورينا أن هذا اليوم هو يوم تأسيس العلاقة مع الله يعني الشعب صحيح شعب الله لكن فيه ذكرى سنوية للخطيئة علشان يعمق فيهم هذا الأمر فيها كل سنة ذكر خطايا زي ما بيقولنا في عبرانين عشرة ففي اليوم ده بيدخل رئيس الكهنة مع دم وزي ما قلنا ما بيدخلش بدون دم الأول بيدخل بالبخور ثم يدخل بالدم ثم يدخل بالدم عن الشعب وفي هذا كان يعمل كفارة للشعب لمدة عام لكن ما كانش كفارة أبدية لأن لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لكن صورة لشخص عظيم وعمل أعظم بما لا يقاص في المسيح لما دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا موسيقى